والاستراتيجي السيد أحمد ميزاب أهلا بك سيد الكريم أهلا وسهلا بك يومكم سيد المبارك شكرا لك إذن البداية نتحدث عن قرار ألمانيا يعني قرار منع قبول أي طلبة لجوء وذلك بين قوسين ما اسمته منطقة آملة في منطقة المغرب العربي المغرب الجزائر تونس كيف يمكننا التعليق عليها والله بصراحي هذا القرار أو هذا الإجراء ذكرني بما كان تعرفه أوروبا في القرون المستعى بسكوك الغفران وكأن سكوك الغفران تقدم مثل ما شاء وكيف ما شاء وفي التوقيت الذي يشاءنا تقديمه أعتقد بأن أوروبا كانت تشهد نزيف حاد من منطقة شمال إفريقي خاصة منطقة المغرب العربي لطالبية اللجوء أو حتى للمهاجرين الغير الشرعين بالتالي في إطار الحد من هذه الظاهرة وتضييق الدائرة على طالبية اللجوء وجدت أنه من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات حتى لا تتعارض مع القوانين الداخلية في الاتحاد الأوروبي وهو تصنيف هذه الدول الثلاث ضمن أنها دول آمنة حتى يمكن من ذلك أن تجد المبررات والمسوغات القانونية لرفض طلبات اللجوء وكذلك للحد من المخاطر باعتبار أن عديد من الدول الأوروبية يرون بأن في تدفق اللاجئين سواء كان من منطقة المغرب العربي أو حتى من منطقة الشرق الأوسط خاصة من السوريين هو تهديد لأمنهم ولأستقرارهم وأنهم قد يكونون معرضين للتجنيد أو للقيام بعمل الإرهابية بالتالي هذه الإجراءات الأخيرة تدخل في تلك الدائرة باعتبار أن حينما نتحدث على تحديد مناطق آمنة علينا أن نضع جملة من المؤشرات والاعتبارات المنطقية التي على أساسها نستطيع أن نصنف المناطق الآمنة والغير الآمنة إذا ما تحدثنا مثلاً على الشقيقة والجارة تونس هذه النحوة لماذا تم وضع كل الدول؟ هل الأوضاع الداخلية في تونس وما تشهده تونس من تطورات ومن تحولات يجعلها أن تصنف كدولة آمنة لحد اللحظة لازل هناك إجراءات حظر تجول في تونس فكيف إذن تصنف تونس في دائرة دول آمنة؟ هناك كذلك جملة من التحديات التي تفرض على المنطقة خاصة من خلال الملف الليبي والتي تنعكس على أمن واستقرار المنطقة فكيف يمكن تصنف المنطقة بأكملها كدول آمنة؟ هناك كذلك تدفق كبير من المهاجريين وكذلك من المقاتلين سواء كان من المغرب من تونس وبعد أقل من الجزائر أنا في اعتقادي بأن هذا إجراء سياسي في إطار الحد من ظاهرة اللجوء وكذلك في إطار زيادة مستويات تأمين الدول الأوروبية من التحديات ومن تدير الأوروبية بالرغم أنه على الدول الأوروبية أن تراجع سياساتها الخارجية وأن تراجع كذلك سياسات التنموية مع الدول المنطقة حتى تستطيع أن تتجنب لأن المسألة ليست مرتبطة بمسألة اللاجئين وليست مرتبطة بالمغاربة وليست مرتبطة بالمسلمين بقدر أنها مرتبطة بالسياسة اللاعدل وكذلك اللاتوازن التي تفرض لأن حينما نريد أن نحارب الهجرة الغير الشرعية علينا أن نوفر مثلا إمكانات لازمة لدول القرى الإفريقية من خلال الدعم في التنمية وليس من خلال النفخ في النزاعات الداخلية التي تستغل بطريقة أو بأخرى في دعم اقتصادات الدول الأخرى وحتى نكون واقعيين ما مدى حقية ألمانيا في الدفاع على أمر مماثل نتذكر في حادثة رأس السنة أين تم إدراج أشخاص ذو أصول تقريبا من شمال إفريقيا منطقة المغرب العراضي في ملف الاعتداء التي تعرضت لها بعض النساء ليلة رأس السنة أنا في اعتقادي أنه منذ فترة قبل ربما جنوبي 2016 كانت هناك إجراءات تتخذ بسكل تدريجي وبصفة تدريجية في إطار تضييق الخناق لكن دعني أرى أنه دازال لحد اللحظة الأوروبيين يرون إلى الدول المسلمة وإلى الرعاية المغاربة بأنهم أقل درجة أو أقل مستوى وأنهم منبع أو مصدر للفوضى وكذلك الإجراء بالتالي ستظل هذه النظرة في أي حادثة تحدث سوف يتم تعليق الشماعة على الجالية المغاربية أو على دول شمال إفريقيا وعلى دول شمال إفريقيا أن تلتزم وغير ذلك الأمر أنا في اعتقادي أنه يجب أن تراجع كل هذه المعطيات وكل هذه السياق وفق منظور حقيقي وطبيعي يخدم كلا الأطراف وليس حساب جهة على حساب جهة أخرى ألمانيا تبحث عن أمنها ولكن بالمقابل عليها كذلك أن تحافظ على أمن واستقرار المنطقة واضح نتحول إلى نقطة أخرى إلى الداخل الترابة الجزائري عمليات نوعية لجيش الوطني الشعبي آخرها ما تم يوم أمس القضاء على أربعة إرهابيين متورتين في الحادثة المأساوية التي نتذكرها جميعا لا ينسى كل جزائريين يعني يوم عيد الفطر عمل إرهابي ضد 11 جنديا كيف يمكن أن نعلق على هذه النقطة ونعلق كذلك على أبرز المناطق وأبرز مناطق التوتر هنا في الجزائر الولاية المعنية دائما نحضر أنه ولاية مثل عين دفلة وغيره تدخل في هذا السياق هو بداية نربما أنطلق من الجزئية الثانية من السؤال حتى أعود إلى الجزئية الأولى باعتبار أنه في تقسيم الجغرافي للمناطق التي تشهد حراك أو تواجد لبعض الخلايا الإرهابية هي تقريبا مناطق تقليدية وهي ذاتها بالتالي دائما نتحدث على عين دفلة نتحدث على تيزيوزو بوميرداس البويرا سكيكدا وتبسا وبعض المناطق الأخرى بالتالي هي مناطق تقليديا تعرف بوجود بعض الخلايا الإرهابية نهيك أعتقد بأن عملية يوم أمس هي كانت رسالة قوية بشكل كبير جدا أولا رسالة بأن الثأر لأبنائنا وكذلك لإخواننا الشهداء الذين تم الاعتداء عليهم وتم قتلهم في يوم عيد الفطر الماضي هي لم تمر مرور الكرام بالإضافة كذلك رسالة قوية بأن المؤسسة الأمنية بمختلف تشكيلاتها هي تؤدي وجباتها على أكمل وجه وأنها تسير بخطة ثابتة نحو تضييق الخناق على هذه المجموعات الإرهابية ونحو كذلك جعل هذه الخلايا الإجرامية التي تحاول من الحين إلى الآخر أن تعيد بعث نفس جديد في نشاطها بأنها في إطار الإضمحلال أو في إطار الإنكماش والتقلص سواء من خلال قطع طرق الإمدادات والإسناد أو من خلال كذلك التفكيك هذه الخلايا وقطع الرؤوس الأولى في هذه التنظيمات بالإضافة كذلك إلى الرد الحقيقي والقوي على ما روجه وعلى ما حاول البعض استغلاله في تلك الحادثة من العودة للحديث على هل الإرهاب لازال يضرب بقوة في الجزائر هل الجزائر قادرة على محاربة الإرهاب وغير ذلك من ما قيل بأن ترد مؤسس الجيش الشعب الوطني بأنها تحارب الإرهاب بقوة وبإصرار ولا تتعاطى مع هذه الظاهرة كرد فعل وإنما هي التي تمتلك زمام المبادرة وهي التي تهاجم وهي التي تبحث على التفكيك هذه الخلايا وعلى القضاء على هذه الظاهرة وأن الجزائر تعتمد في استراتيجيتها الأمنية على محورين أساسيين ثابتين انطلاقا أولا من تأمين الحدود من أي محاولة اختراق وثانيا هو تفكيك والقضاء على الخلايا النائمة الباقية في الداخل واضح نقطة نتحول إلى ملف آخر إلى الجارة تونس دائما في الشق الأمني إعلان وزارة الداخلية التونسية بتقليص فتت حضرة جوال بكامل أنحاء تونس يعني يوم أمس لتصبح من منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا وذلك الاعتبارات التعليق بأن الوضع الأمني جيد بتونس يعني في الأخير متنبؤات بأن ما كان يحدث في تونس ليس بدرجة الخطورة والتصور الذي تم رسمه على أنه ثورة لكن ممدى واقعيته في الأيام المقبلة إذا كان الإشكال الاجتماعي يعني قادر في أي وقت يتحول إلى ثورة أخرى خاصة نلاحظنا الاحتجاجات الأخيرة هو بداية الحراكة الذي عرفته تونس في الفترة الأخيرة كان قد يتحول إلى مآلات ربما سلبية للوضع العام في تونس إذا لم تتخذ الإجراءات التونسية تلك الإجراءات التي تم اتخاذها سواء كان على مستوى رفع من إجراءات تدابير الأمنية أو من خلال كذلك فالحضر التجول أعتقادي بأن فالحضر التجول استطاع أن يحد من توسع هذه الضائرة باعتبار أن السؤال الذي كان يطرح في تلك الأحداث من الذي يحرك الشرع التونسي صحيح المطلقات الأولى هي كانت مطلقات اجتماعية مظاهرات حول مسائل متعلقة بالشغل وخرجية الجامعات وحامل الشهادات تحركوا في الشارع مطالبين بسياسة الإنساف ولكن في المقابل كذلك التطورات التي عرفتها تلك الحركة الاحتجاجية كانت تدفع إلى الحديث أو البحث من وراء ذلك ومن الذي يحرك خاصة في ظل معطيات أمنية معقدة تشهدها السحة التونسية هي ليست قادرة على تحمل انزلقات أمنية ليست قادرة على تحمل توغل مجموعات إرهابية أو حركات معينة في إطار العبث بأمن واستقارة تونس بالتالي الإجراءات التي اتخذت ساعدت في تجنب تونس الكارثة وكذلك الإبقاء على ظاهرة أو على حالة حضرة تجول ستسمح كذلك بمرور فترة على الأقل تستطيع من خلالها السلطة الأمنية أن تضبط القواعد والأمور التي من خلالها تجنب تونس أي عملية إرهابية مستقبلا في ظل تنامي المؤشرات التي تهدد للوضع العام في تونس خاصة من خلال بعض النشاطات التي رصدت وكذلك من بعض التقارير الصادرة على وزارة الداخلية التونسية بالتالي في اعتقادي بأن هذه الإجراءات الاحترازية يجب أن تظل لفترة معينة حتى تستطيع تونس أن تعالج بقية الملفات لأن السؤال الذي يطرح نفسه من خلال ذلك الحراك ما هي المناطق التي كانت معنية؟ أجل المناطق التي بدأ فيها الحراك هي مناطق حدودية متخمة للحدود الجزائرية وتلك المناطق تشهد نشاط للمجموعات الإرهابية خاصة في منطقة الشعنبي التي هي تابعة لولاية القصرين والتي شهدت الأحداث الكبرى بالتالي علينا أن نقرأ ما يحدث في تونس قراءة واقعية وقراءة منطقية مع حذر كذلك في التعاطي مع هذا الملف واضح سيد أحمد ميزابر الخبير الأمني والإستاتيجي شكرا لك على الحظ وعلى كل التوضيحات التي قدمتها ترجمة نانسي قنقر